ليستهدف فئة دون الأخرى في اليمن فضمن التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو قائد العمل الإنساني بالبدء في حملة انتشال الوضع الإنساني في اليمن تحت شعار الكويت إلى جانبكم ها هي اليوم تقوم بتوزيع 750 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة في جمعية الصم والبكم في كل من محافظة لاحج وعدن بتكلفة بلغت 15 مليون ريال تم اليوم تجهين توزيع 750 سلة غذائية بتمويل من الهيئة اليمنية الكويتية للغاثة وذلك في محافظة عدن ولاحج وتم استهداف شريحة معينة من المستفيدين قل ما يلتفت إليها المنظمات والجمعيات الأخرى وهم الجمعية الصم والبكم تستمر رياح الخير القادمة من الكويت بالهبوب على الشعب اليمنية فبعد بناء دولة الكويت الجمعيات ومساكن ذوي الاحتياجات الخاصة تقوم اليوم بالاهتمام بغذائهما والذي يتزامن مع شهر الخير والرحمة شهر رمضان المبارك أولا نشكر دولة الكويت قيادة وشعبا على ما بدلوها الأخوانهم في اليمن من دعم سخي في المقال الإغاثي وفي كافة المقالات الخيرية والإغاثية ثانيا السلال المقدمة من دولة الكويت لمحافظة عدن استهدفنا بها تقريبا كافة الشرائح منها شراح المعاقين والمتضررين من الحرب والصم البكر تبقى يد الخير الكويتية ممتدة في كل الأزمنة للشعب اليمنية لإسناده ومساعدته للنهوض من كبوته والذي لم يكن لدولة الكويت بد إلا أن تخفف من معاناة اليمنيين يبقى العطاء الإنساني لدولة الكويت في شتى المجالات والذي تجسد اليوم بتوزيع المئات من السلال الغذائية لذوي المعاقين هنا في محافظة عدن والتي ترسل رسالة إليهم بأننا نقف معكم في أحلاك الظروف مروى النبيل لتلفزيون دولة الكويت عدن